السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن افضل اداة لازالة ال f r b لجميع اجهزة سامسونج بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة النهاردة معنا اداة مميزة جدا جدا الاداة فيها كل الامكانيات اللي ممكن تعملها علشان تشيل ال f r b او حساب جوجل بطريقة سهلة جدا يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة الاولى والقناة التانية هتلاقي الرابط بتاعها موجود تحت اي فيديو يلا بينا على طول نبدأ الشرح اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتعرف على احدث اصدار من اداة t ft الخاص بازالة ال f r b او ازالة حساب جوجل بشكل نهائي من جميع اصدارات سامسونج مبدأيا هتلاقي الرابط تحت الفيديو والمرة دي هتطلق الرابط على media fire لان في ناس كتير يشتكت من ميجا فسيبتلكوا الرابط على media fire لكن تنويه بسيط كده الروابط اللي احنا بنحطها على media fire يعني ممكن تخد لها يومين ثلاثة ويتم حزف الرابط media fire شغلها كده يعني media fire بتنزل عليها الاداء او تنزل عليها اي حاجة خلال يومين ثلاثة بيتم حزف الرابط وعلشان كده باضطر ان انا نزل على ميجا لكن الحل الطبيعي انك تحمل ميجا انك تنزل برنامج خاص بميجا زي ما حضراتكم شايفين كده البرنامج ده بيحللك كل مشاكل ووجع الدماغ اللي انت ممكن تقابله في تحميل من موقع ميجا فيبقى حلنا مشكلة التحميل لو حملنا البرنامج ده ما تجيش تحمللي اداة خاصة بالكمبيوتر على الموبايل وتقول لي مش عارف احملها انت بتحمل اداة خاصة بالكمبيوتر من على الكمبيوتر نفسه ما تجيش بقى تحملها من على الموبايل وتجي تكتب لنا في التعليقات انا مش عارف احمل من ميجا تمام فالموضوع سهل بعد كده هتلاقي طبعا الرابط تحت الفيديو هتبدأ تفك الضغط عن الاداء بالشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه وطبعا عارفين كلمة السر الخاصة بفريق تي اف تي وهي برضو تي اف تي كابتل زي ما حضراتكو شايفين هنضغط كده هيبدأ يخرجلي الفولدر بالشكل ده كل اللي هعمله حد افتح واروح على ملف التثبيت واضغط عليه بالشكل ده طبعا زي ما حضراتكو شايفين بيديني هنا رسالة تحذيرية هتدي له ران وبعد كده يس وهنا حيطلب بيني كلمة سر تاني وهي برضو تي اف تي تمام وكابتل برضو وبعد كده بضغط نيكست نيكست نرجع خطوة الورا كده ونعلم على دي علشان يعمل لي ايقونة على سطح المكد هضغط نيكست كده انسطول وابدأ استنى لما ينتهي من عملية التثبيت واضغط نيكست فينش كده هو ثبتلي الاداء زي ما حضراتكو شايفين على شاشة الكمبيوتر كل اللي هعمله هنا بقى هاقوم افتح الاداء كمسؤول زي ما احنا متعودين اي اداة افتحها كمسؤول علشان تنفذ معاك الاوامر بدون اي مشاكل زي ما حضراتكو شايفين كده معانا دي وجهة تي اف تي الخاصة بتفعيل او ازالة الاف اربي برجن تلاتة بوينت واحد بوينت واحد طبعا دعم اندوريت ستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة واحداشر وتناشر الجميل في الاداء هنا ان الاداء فيها كل الامكانيات اللي من خلالها تقدر تعمل ازالة الاف اربي يعني مش على قد تفعيل وضع الاد بي فقط لا فيها كل حاجة خاصة بتفعيل او ازالة الاف اربي من جميع اجهزة سامسونج يعني لو جينا على اول حاجة خالص معانا هتلاقي هنا طبعا فتح المتصفح تقدر تفتح جالاكسي ستور تقدر تعمل الصغرة بتاعته الروسي كل العمليات الموجودة هنا بطريقة سهلة جدا طيب ايه الجميل في الاداء او ايه الاضافة الجديدة اللي تم اضافتها في فيرجن 3.1.1 براحتنا خالص كده ونفهم ايه الاضافات الجديدة اول اضافة طبعا قلناها قبل كده في شرحة قبل كده اول اضافة معانا جميلة جدا في الاداء وهي ازالة طبعا الاف اربي عن طريق تفعيل وضع الاد بي بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا وطبعا لازم هتحتاج الكود واحنا عملنا شرحة عملي على الاداء على القناة التانية لو حابب تشوفه او تشوف الطريقة تقدر تنزل فيه الوصف هتلاقي رابط القناة التانية وحتلاقي شرحة عملي على الاداء دي اه وعلى جهاز سامسونج علشان نقوم بشرحة عملي والناس يكون عندها العملية او الطريقة واضحة تمام ده اول ميزة تكلمنا عليها بعد كده تقدر تعمل قراءة معلومات للجهاز كل العمليات دي تقدر تعملها والجهاز عليه FRB واقف على شاشة تسجيل ايميل جوجل اجمل حاجة في الاداء بتاعتنا النهاردة واللي تم التحديث بسببها لان في الفترة الاخيرة شركة سامسونج قفلت انك تقدر تعمل فكتوري ريسيت من الرقافري يعني مش هتقدر تعمل ضبط مصنع من الرقافري زي زمان فالميزة جميلة جدا اللي تم اضافتها في الاداء انك تقدر تعمل ضبط مصنع من خلال الاداء عن طريق وضع الMTB او وضع الADB اللي هو الوضع اللي بيكون واقف عليه اللي هو وضع اللغة اللي في البداية خالص تقدر تعمل ضبط مصنع للجهاز بدون اي مشاكل وبطريقة سهلة جدا يبقى زي ما حضراتكم شايفين الاداء شاملة كل العمليات فيها طبعا ازالة F4B عن طريق وضع الADB فيها طبعا فتح المتصفح الاداء فيها عمليات كتير جدا والجميل جدا وعلشان منركزش بس على اجهزة سامسونج الاداء دعم معالجات كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين وعلشان منركزش بس على اجهزة سامسونج فالاداء دعم معالجات كتير جدا يعني دعم مثلا اجهزة ريلمي وطبعا اللي هتلاقيه ظاهر هو اللي مدعوم هنا تمام انك تقدر تفتح المتصفح هوا تقدر تعمل ازال F4B عن طريق وضع الADB تمام فعندنا موديلات كتير جدا عندنا اوبو برضو نفس الكلام بعد كده هنروح لاجهزة هواوي هنلاقي نفس الكلام فتح المتصفح تقدر تعمل اي نيبل وضع الADB نفس الكلام فبالنسبة للبرنامج داعم كل المعالجات تمام علشان الناس ما تقولش علشان في ناس كتير جدا بتسأل على آآ برامج مثلا خاصة بهواوي برامج خاصة بشاومي بالكلام ده كل فلازم نركز هنا جدا البرنامج داعم كل البرندات دي داعم عندك سامسونج وريلمي و اوبو و فيفو وداعم كل المعالجات زي ما حضرتكوا شايفين ايتل وكل الاجهزة مضعومة والالجي ولنوفو و نوكيا البرنامج داعم ازالة الاف ار بي من جميع اصدارات فالبرنامج داعم ازالة الاف ار بي لجميع اصدارات الاندوريت بطريقة سهلة جدا فالبرنامج دا مش هيخليك تحتاج لأي برنامج تاني لان فيه كل المميزات اللي من خلالها حتقدر تتحكم في الاف ار بي او حيسهل عليك بشكل كبير جدا ازالة الاف ار بي من جميع البرندات اللي قلناها علشان نكون عارفين ان البرنامج داعم كل البرندات دي مش لسامسونج بس تمام علشان الناس اللي بتطلب بس الهواء و شاومو وكلام دا يكون عارفين ان البرنامج لا تقدر تعمل منه كل الاجهزة دي تمام وبكده النهاردة يكون قدرنا نشرح لكم البرنامج وطبعا الشرح العملي موجود على القناة التانية تقدر تشوفه وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة